السلام عليكم الداري أخبار جميلة جدا زياش داري واحد القضية اللي مجدرش مع بزياد الناس ومرضوش للبال لكنني صراحة انتبعت لها وزوينة وتعجبت مغاربة وبين بواحد الرسالة غير مباشرة لكنها لداخل يلا بينها وثانية حاجة البلاندل القجاع وخلوذيت والمدربين المحتملين واشي قتم الايقال ديالو او لله اخبار جميلة صراحة بدو بالتفاصيل اول حاجة حسب ما كيتقال حاليا وحسب فوت ميركاتو هو انه غاد يكون واحد الشيماع مطول ما بين خالو زيت والقجاع فهد الايام الجاية كل يقول غداء وكل يقول من بعد ومن خلال هاد الشيماع ده سيوتخذوا الحل نهائي فهد المسألة اما الايقالة ديالو او المواصلة والسمر على المنتخب بشروط جديدة لكن بنسبة كبيرة غتم الايقالة ديالو من منصب ديالو خصوصا بعد صريحة ديالو الاخيرة لرد فاعل القجاع وشم الجمهور ايضا فتيرا في الماسل الكونغو وكانت تلحظته الكاميرات ولتم تغيير خالو زيت غدي تصمر اللعنة ديالو مع البوسني بحيش انه وبات كاهال المنتخبات الكث العالم لكنه من البعد ديالو اتقال مباشرة اغلب المرات كانت تراتي القادية دي ولتمت الايقال ديالو غالبا القجاع غديشوف ثلاث مدربين اللي حالي المريحين اللي هما كلود بيول وكان رودي غارسيا اللي كان ديجا درب مارسي وكان لورون بلون اللي كان ديجا درب باريس ان جرمان ما عرفش عايش المدربين فرنسيين ومن اللي قراب باشي تولوا وتدريب ديال المنتخب معانا اني كانفضل شي مدرب اخر منسبة الى ثلاث يدو وكانشوف لانا رودي غارسيا والاحسن بحيش كان ديجا درب مارسي وفارق اخرى وبنسبة الخبر الجميل على حاكيم زياش هو انه فاخر صورة بارتاجها في ستوري ديالو قال مرحبا يا صديقي في عالم انستغرام بحيش ان السيس نضم الانستغرام ورحب بيزياش لكن المفاجأة هي انه مدرشي صورة اللي عادية ديالسيس مثلا بالقاميز الول فرامتون اولو بالقاميز المنتخب بوحده دار الصورة ديالو مجوشو مضاحكين وباش بالمنتخب مغربي يعني اعزل الصورة المناسبة باشي حطها وبالتالي ان شاء الله زياش كعتب هاد اللامحات باللي قدر رجع فقره بوقت لكن خلوزي تخصي ومشي صراحة باش القاد يتأكد رسميا ويكون معانا شاء الله في صفيد الكان 2023 وايضا في المونديال في قطر هدا مكان اشبه لكم الخشوة بلان تهالله وليفراسكم